التي سترافقنا في لغات الإشارة في هذا المشروع أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بمجب مرسوم صادر اليوم وباقتراح من الوزير الأول تم تعين سيد جا مختار ملل وزيرا أمينا عاما للحكومة صدق مجلس الوزراء على عدد المشاريع المرسيم بينها مشروع مرسوم يقضي بتقليص مساحة رخصة سي لاستغلال رقم 11 سي 11 الممنوحة لصالح شركة معادن وحديد موريتانيا خافية الاسم مفرما كما صدق المجلس أيضا على مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم القاضي بتجديد رخصة الاستغلال الحديد في منطقة قلب الغين بولاية تير الزمور لصالح شركة سنيم نتابع فيما لي النص الكامل لبيان مجلس الوزراء اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الرابع نوفمبر 2020 تحت رياسة صاحب الفخامة سيد محمد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية وقد درس المجلس وصدق على مشاريع المراسيم التالية مشروع مرسوم يقضي بتقليص مساحة رخصة الاستغلال رقم أحد عشر سي العنوحة بموجب مقرر رقم ثلاثمائة وثلاثة وسبعين واوتا صادميم بتاريخ عشرين اكتوبر الف وتسعمائة وثمانية وخمسين لصالح شركة معادن وحديد موريتانيا خفية لسم ميفارما يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تقليص مساحة رخصة الاستغلال رقم واحد سي واحد التابعة لشركة الوطنية للصناعة المناجم سنيم إلى ثلاثمائة وسبعة كيلومترات مربعة إثرى تنازل شركة سنيم عن ثمان واربعين كيلومتر مربع من امتيازها الأصلي لصالح الشركة الموريتانية السعودية للصلب المسمات تكامل خفية الاسم وذلك في طار مشروع تنمية موارد الحديد في منطقة طوماي مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم مائتين وعشرين الفين وتسعة الصادر بتاريخ 22 اكتوبر الفين وتسعة القاضي بتجديد رخصة الاستغلال رقم سبعة وعشرين بي للحديد في منطقة قلب الغين بولاية تير الزمور لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى ضبط الاحداثيات المحادثة لرخصة الاستغلال رقم سبعة وعشرين بيئا للحديد في منطقة قلب الغين في ولاية تير الزمور لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم صفر ستة وخمسين الفين وعشرين الصادر بتاريخ الثلاثين من ابريل الفين وعشرين القاضي بمنح الرخصة رقم الفين وثمانمائة وتسعين سي واحد لاستغلال مواد المجموعة واحد الحديد في منطقة اوتوماي ولاية تيرزامور لصالح الشركة الموريتانية السعودية للصلب خفية الاسم المسمى التكامل يهدف مشروع المرسوم الحالي لتعديل عمر مشروع تطوير منجم حديد اوتوماي من قبل شركة تكامل خفية الاسم وذلك طبقا للقانون المعدني ساري المفعول وبمجيب هذا التعديل سيزداد عمر المشروع ليبلغ ثلاثين سنة بدلا من خمس وعشرين سنة التي كانت مقارة في المرسوم رقم صفر ستة وخمسين الفين وعشرين الصادر بتاريخ ثلاثين من ابريل الفين وعشرين وهو ما سيسهل على الشركة تنفيذ هذا المشروع المجمي الذي تعتبر انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة كبيرة مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب أطار وعلى ضوء نتائج الزيارة التي قام بها فخمة رئيس الجمهورية خلال فترة ما بين الثاني والثالث من نوفمبر الفين وعشرين لولاية تير الزمور قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه الحارة لسكان هذه الولاية عموما ولسكان مقاطعة الزويلات خصوصا على التعبئة الفائقة وحثاوة الاستقبال الذي خصصوه لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له في هذه الزيارة الهامة التي أشرف خلالها رئيس الجمهورية على تدشين المقر الجهوي لشركة معادن موريتانيا إضافة إلى تدشين وتفقد العديد من المشاريع التنموية الصناعية والخدمية الهامة وقدم وزير شؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي وقدم وزير الداخلية واللا مركزية بيانا عن الحالة في الداخل وقدم وزير النفط والمعادن والطاقة البيانين التاليين بيانا يتعلق بترخيص توقيع ملحق لعقد استكشاف وإنتاج على المقطع C-14 الذي تديره شركة إكسو موبيل موريتانيا C-14BV بيانا يتعلق بترخيص توقيع ملحق لعقد استكشاف وإنتاج على المقطع C-17 الذي تديره شركة إكسو موبيل موريتانيا C-17BV يقترح هذان البيانان الأخيران توقيع ملحقين لعقد الاستكشاف والإنتاج مبرمين بين الدولة الموريتانية وشركة إكسو موبيل حول المقطع C-14BV C-17 من الحوض الشاطئي وذلك لتمكن الشركة من تثمين فائض الاستكشاف الذي حققته بالمقارنة مع التزاماتها التعاقدية برسم المرحلة الأولى من عمليات الاستكشاف على مستوى المقطعين المذكورين وسيترجم هذا التعديل المفيد للدولة على الصعيدين التقني والمالي عبر منح الشركة ميزة اعتبار فائض أعمال المسح الزلزالي ثنائي وثلاثي البعد المنجز في المرحلة الأولى من عمليات الاستكشاف أعمالا زائدة يمكن خطاعها من التزامات التعاقدية برسم المرحلة الثانية من هذه العمليات وأخيرا اتخذ المجلس الإجراء التالي وزارة التجهيز والنقل المؤسسات العومية مؤسسة أشغال صيانة الطرق المدير العام أحمد تجاني تشام هذا وعلق كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلامي والاتصال الناطقي الرسمي باسم الحكومة سيد سيد سيديو السالم ووزير النفط والطاقة والمعادن سيد عبد السلام المحمد صالح في متمر صحفي عقداه مساء اليوم على نتائج اجتماع مجلس الوزراء واستعرض الوزيران كل فيما يخصه مشاريع القوانين والمراسيم التي صادق عليها المجلس في اجتماعه الأخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر